هذا العلاج بالخارج وما أدراكه ما العلاج بالخارج قبل مدة أحال وزير الصحة الشيخ باصل الصباح قرارات العلاج بالخارج في بنسينة للتحقيق هل تخضع قرارات الإحالة للعلاج بالخارج إلى تقييم وهل هناك جهة تقوم بمراجعة حالات المستحقين أم أنها تخضع لواسطة النائب فقط أكيد لا تخضع لواسطة النائب لا لا تخضع لواسطة النائب إذا أنت مقتنع باللي تقوليني ما تسأليني ميات تسمعين مني لا لا توجه الكلام هذا للمشاهد يعني الآن دكتور صاير واضحة أن أي أحد يريد علاج والخارج لازم يعرف نائب أو يعرف أي شخص مثلا واصل عشان يطلع للعلاج والخارج حتى لو ما كان مستحق هذا هو الطعام الكبرى أن من يأخذ هذا العلاج لا يستحق العلاج والذين يحتاجون العلاج وحالته الصحية يعني تصل إلى الخطر هذا في قائمة الانتظار بماذا ترد على هذا الكلام اللي هو كلام الناس أنا كلامي ما رح لا تشكتي هذا كلام الناس شوفوا أنا خلا قلت أمس كان في ندوة الإدارة الصحية فذكرنا أيام ما كان الوزير الأسبق دكتور محمد الجار الله أمل استراتيجية للصحة وعن ذلك كان حجم العلاج بالخارج حوالي 75 مليون بدل كل جهده سواء بالفراق سواء بالكل ما تحتاج الأمر لنزول بموارد الصرف ووصل إلى 25 مليون من 75 مليون وصل إلى 25 مليون والحين كم حالة؟ اسمحي لي فأول ما طلع بعد ما سوى الاستجواب وكان هناك اعتذر عن الوزارة ارتفع إلى 105 مليون فبالتالي أنا اتفق معك أن في فترة من الفترات كان موضوع العلاج بالخارج ورقة سياسية بس إحنا كمهنيين في متوالية هذه المتوالية كل شخص ما يتوفر علاجه أو يعتقد أنه ممكن يحصل نتيجة أفضل بالعلاج يقدم تقرير طبي يذهب إلى دارة العلاج بالخارج أو لجنة حول المستشفى والمركز المختص يقرر إذا كان موجود العلاج أو مهم موجود العلاج ثم يقود لجنة العلاج بالخارج إذا تمت الموافقة إليه يتجه إلى المراكز الصحية أو المكاتب الصحية الموزعة سواء في كندا سواء في أمريكا سواء في أوروبا سواء يعني طبعا يمر في كل هذه الدورة الآن حضرتك تقول لي أنه لازم نائب أنا ما أدعي أن هذه ضمن المواصفات لكن إذا حصل استثناء يعني نحن مو المدينة الفاضلة يحصل بس ما أقول أنا يعني من أمية واحد يسافرون ثمانية وتتسعين كلهم حصلوا هذا الشغلة لا شك أنها موجودة مثل أي مجتمع آخر لكن مو بالضرورة هي البقاس المصيبة أن هناك علاج سياحي دكتور يعني مو علاج للناس انتهى لسببين انتهى لسببين أنا أعتقد لسببين الأول أصلا في مديونية حصلت على الممارسة هذه إلى الآن ما سددتها فالآن من باب الحصافة والفهم أنه يجب حقيقة توقف على الابتعاث لمن يعني أخقولها لتقنين هذا الجانب الآن الجانب الآخر الآن فيه نوعية بالآلية بحيث أن كل رئيس قسم أو مختص إذا قال يحتاج العلاج بالخارج يجب أن نجيب هل هو موجود في الكويت أو موجود وبنفس المنطق إذا قال موجود لازم يقول وين ممكن يتعالج هذا الشخص ويذكره بالاسم وكيف ممكن يتعالج وبالتالي احنا حريصين على قيمة يعني فيه خطط لتقنين هذا الملف خالص الآن الأرقام تتكلم أنا أمانة احنا ترين حق الحج بس انتوصلتونا حق العلاج الخارج احنا صدناكم أنا حاضر بس هي كل الفكرة أن اليوم لما نتكلم عن أرقام لابد أن واضح اليوم في تصريحة وأمس بالجريدة أن إدارة العلاج بالخارج اللي كان وطوابير يسدون منطقة الصلاح الصحية اليوم تروح تصفر ما في أحد الأرقام تتكلم فيه الآن تصفر اليوم الآن إيه لنسافر وخلاص دكتور أنا أشكرك على ساعة صدرك بس هذه أسئلة المواطنين يبوني نوصلها للمسؤولين وأنا بصراحة يعني سعيدة في ردة فعلك أن اليوم مبتسم وتضحك فدكتور أنا بس لي شابو لأن لو عرف الأسئلة يمكن أن أطعمها بالأرقام والحقائق بشكل أوضح رفعت السماعة على زملائي وأثريت الإجابات بما يقنع إن شاء الله نعم دكتور خطط تقنين ملف العلاج بالخارج كيف حدت هذه الخططة؟ الخطط أول شيء يعني مثل أي يعني نحن نعيد اختراع العجلة ترفع مستوى العلاج الذي موجود تيب فرق أجنبية بحيث أنك أنت ما تضطر ترسل للناس لكن الأطباء يعملون جراحات وشوفون مرضاهم هنا بدورية هنا عندنا تقريبا كل شهر مجموعة من الخبراء والاستشاريين في كل التخصصات ندعم عملية يعني الرعاية ما بعد العمليات الجراحية والمتابعة التي تحصل مثل هذا الجانب هناك نوع متوأمة مع بعض المستشفيات الآن تاخله من خلال الاستثمار أو غيره بحيث أن يتم التعامل بشكل يعني ذو جودة ونتائج ورصد لمثل هذه الأشياء اللجان يتم تطعيمها بناس محترفين أكثر خبرة للوصول إلى العلاج الناجع على مستوى الكويت والقرار المنصف لهذا الجنب رقابة رقابة على مثلا اللجان هذه لا شك على الاستثناءات التي يسوونها على الواسطات التي سوونها رقابة علية عليهم شوفوا الرقابة من أكثر من جهة مستوى الوزارة مستوى القياديين مستوى ديوان المحاسبة ويمكن لاحظنا ما أثير على أساس أن هناك بعض المكاتب الصحية كانت تحتاج لها تستعرض أعمالها تبرر فواتيرها وتظهر التفويض التي أخذتها مثل هذا حالات تحقيق موسر موسيقى 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 التحقيق نحن في الكويت موسيقى 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 أي شيء يمكن تحول فيه بالضرورة هو أدين أو كذا نعم دكتور لننتقل إلى موضوع مستشفيات الضمان الصحي ما هي الخطط الموضوعة لإتمام تطبيق هذه التجربة فلسفة مستشفى الضمان الصحي في 2003 وضعت استراتيجية للصحة وكان الأصل فيها أن تسوي مستشفيات ثلاث مستشفيات موزعة في ثلاث محافظات ذات طاقة استيعابية كبيرة لا تقل لا كفاءة ولا قدرة ولا تجهيزات ولا كوادر عن أي مستشفى آخر يتم من خلالها إخراج الأمالة الوافدة أو الوافدين للعلاج فيها وكرر دون تفريط بالجودة ودون بخاص حقهم في تمام العلاج لكن بتمويل تتحمل مرة مؤسسة تعمينات كان مطروح أن المتقاعدين يسوون هذه الشغلة أو أرباب العمل أو الجهات اللي هم يعملون فيها فبالتالي يستخفف الدورة ما أقول مستندية لكن دورة المالية وفي نفس الوقت إذا تم استيعاب ثلثين مجتمع الكويتي لا شك أن الثلث الآخر سيكون أكثر محبوها أكثر استمتاعا أنصح التعبير بقدمة وجودة يعني ذات قيمة وتعالج كثير من الشكاوي اللي الناس تشكي منها سواء انتظار سواء أخطاط سواء الشكلات منها النوع لأن حيانا الزحمة قد تؤدي لهذا الشيء هذه الآن عندنا شركة مساهمة اسمها ضمان وهي يعني متحفزة وقادرة على أنها تنجز هذه المشاريع ونتوقع خلال سنتين إلى ثلاثة أن يبدأ أول مستشفى للضمان في العمل فبالتالي هذا ينقل شريحة كبيرة من الوافدين مع الافتتاحات الواسعة في عدد المسر ومسل هل هناك رسوم رح تكون زيادة رسوم صحية على الوافدين يعني من المبكر جدا نعرف شنو الشكل النهائي للموضوع لكن لا أعتقد أن الموجود حاليا ستغير لمدة ثلاث سنوات قادمة سيكون كما هو وبناء على الإحصائيات بناء على التقييم بناء على التوصيات سيتم اتخاذ القرار المناسب بما يعني يقدن الخدمة أو الهدر أو التكرار لصالح جودة في الرعاية الصحية الأولية والعامة يعني لما تكلم عن الأولية كانها مستوصفات لكن تكلم عن الرعاية الصحية بجوانبها الوقائية والعلاجية والتأهي وبهذا الكلام الجميل نختم هذه الحلقة مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي شكرا جزيلا لك دكتور شكرا جزيلا لك